الحقيقة أنه أحلى وأجمل وأطعم وظيفة في الدنيا هي أنك تكون حاكم في الشرق الأوسط طبعا الشرق الأوسط في إسرائيل وده مش سهل المنصب ده لكن في العالم العربي تحديدا وفي العالم الإسلامي خاصة أحلى منصب في الدنيا أنك تكون حاكم تحكم شعوب فيها كتير من البقر شعوب فيها كتير من المتسنفعين والمهلباتية تاريخنا كله بيقول كده ولذلك ما غلطش الشاعر محمود درويش الحكام عندنا الحقيقة أيا كانوا يعني مثلا عندك الممليك لما حاكموا مصر سيب اللي في إيدك وحكي لك حكاية من طرائف تاريخ مصر عشان تعرف قدي إحنا شعوب والله العظيم وبعين يطلع مسقف يقول لك هذه الشعوب لا تحكم إلا بهؤلاء الحكام كذب كذب شوف الممليك حكمونا حوالي 300 سنة تقريبا يعني من ساعة الشجرة الضر والحاجات دي الحاد بقى إيه العثمانين ما دخلوا مصر وأعدموا السلطان تمام بعيد حوالي 300 وحاجة سنة لكن ليهم حكايات عجيبة جدا جدا خذ الحكاية دي هل تصدق يا مؤمن إن في طباخ كان رئيس وزراء مصر تب بلاش دي طباخ ومش بس طباخ عادي ده أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب كان بمثابة أو في منصب رئيس وزراء مصر في أيام السلطان خش قدم وفي حارة باسمه لما تيجي من عند قصر الغوري كده تخش الغورية يعني ويبقى الجامع على يمينك وقصر الغوري على شمالك ومحل ولاد أحمد منصور فوق كمل كده شوية أول حارة هتقابلك مدخل حارة خش قدم اللي كان ساكن فيها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام وكان بيروح بيتهم سعد حسني وعلي بدرخان ومثقفين مصر كلهم خش قدم ده كان مملوك عادي جدا وبعدين اتسلطن بقى سلطان على مصر أم جاء خش قدم كده وما تعرفش اختار واحد اسمه البباوي محمد البباوي تقريبا اختاره وزير يعني وزير وقتها يعني رئيس وزاره يعني يدير ملف مصر كلها محمد البباوي ده كان أصلا شغال في معمى اللحمة يعني مجزر أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا لعلق ولا فارس ولا بص ما فيش أي مؤهلات أنا ما يبدو أن عمك السلطان خش قدم إن شكح منه فراح معينه وزير استوزره فالمصريين قالوا الزفر مسك البلد مسك الحكم الزفر مسك الحكم وبدأت تطلع عليه نوكت لدرجة أن فيه شاعر كتب قال قالوا البباوي قد وزر قلت كلا لا وزر إنما الدهر كالدلاب لا يدور إلا بالبقر قالوا البباوي قد وزر قلت كلا لا وزر إنما الدهر كالدلاب لا يدور إلا بالبقر فوصل التريقة بتاعت الشعب المصري دي وصلت إلى السلطان خش قدم إزاي الوزير اللي أنا معينه المصري التريقة عليه ده بيعمل إيه مش عجبهم يعني أوكي يضربت معكم في الحيط إيه يا شعب مصر مش عجبك فبقى الوزير ينزل يقعد في بيت البباوي عشان يديله بقى إيه بقى السلطان قصد ينزل السلطان خش قدم يقعد في بيت البباوي عشان يديله الحيسية قدام الشعب وأصبح البباوي الطباخ الجاهل ده صاحب حيسية كبيرة جدا إنما والمصري بدأ يخافوا منه الرجل السلطان السلطان بينزل يقعد عنده في البيت إنت متخيل تخيل أنت الجعر كده بينزل يقعد في بيت أحمد موسى أنت متخيل فده له حيسية عشان يخرس ألسنة المصريين أنت بتقولوا عليه قالوا البباوي قد وزر يعني أصبح وزير قلت كلا لا وزر إنما الدهر كالدلاب أو الدهر كالدلاب لا يدور إلا بالبقر لا ده أنا هتديله الحاجات بقى هتديله الجو بقى فالراجل اتفرعا قاوي البباوي الزفر قالك الزفر مسك البلد مسك الوزارة أو الزفر استوزر فاتفرعا جدا إنما تقول إيه في الأقدار يا شاقي السميع العليم إن البباوي ده طالع في الموكب بتاع رئيس الأزارة وراح حتس مع قناة القبيل المنجة منطقة كده كانت عن شارع بورسعين من منطقة دي المهم هب راكب المركب بيعد الخليج ده غرق فطلع ابن إياس يكتب عنه يقول وأصبح البباوي من قوم نوح اللي هم غرقوا يعني أصبح من قوم نوح غرق فدخل جهنم يعني راح بقى بداية وواحد تالي طلع قال مين قال الموت يا جماعة وحش ده الموت بيأخد ناسها وإحنا مدقيين منهم أصلا وفرح المصريين جدا ليه غرق البباوي الطباخ الأمي الذي استوزره السلطان خش قدم رغما عن قنوف المصريين بدون أي موهبة ولا أي حاجة أنا طلقت في دماغي ده يبقى وزير أنا كده أنا أختار الوزراء وانت ملكش دعوة شفت حاكم شفت الجمال شف قول لي مين حاكم في الدنيا ممكن يعمل كده في شعبه إلا في العالم العربي والإسلامي عشان كده الشاعر محمود درويش مجذبش لما قال سأختاره شعبي سأختاره أفراد شعبي سأختاركم واحدا واحدا من سلالة أمي ومن مزهبي سأختاركم كي تكونوا جديرين بي إذن أوقفوا الآن تسفيقكم كي تكونوا جديرين بي وبحبي سأختار شعبي سياجا لمملكتي ورصيفا لدربي قفوا أيها الناس أيها المنتقون كما تنتق أو ينتق اللؤلؤ سلام عليكم سلام سلام سأختار من يستحق المثول أمام مداء فكري ومن يستحق المرور أمام حدائق قصري سأختار شعبا محبا وصلبا وعزبا سأختار أصلحكم للبقاء وأنجبكم في الدعاء لطول جلوسي سأختار شعبي سأختار شعبي